معك كريم من القاهرة خلية الأزمة وما رشح عنها من تصريحات وكذلك رصدك للشحنة المصرية المتوجهة للولايات المتحدة يمكن أن نقول أنه على مدار هذين اليومين بداية من اليوم وغدا وبعد غد سيكون الإعلان عن ما سيصفر عنه مجلس الوزراء المصري من قرارات تتعلق بحظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك والذي سيكون إن شاء الله بداية من يوم الجمعة المقبل وبطبيعة الحال حظر التجوال الذي رفعته مصر خلال الفترة والاسبوعين الماضيين سينتهي يوم الثلاث والعشرين من إبريل الجاري أي يوم الخميس المقبل وبالتالي لابد أن تصدر القرارات سواء غدا أو بعد غد على الأكثر على الناحية الأخرى يمكن أن نقول أن مصر تعمل في جميع الاتجاهات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا مجلس النواب المصرية اليوم استكمل عدد من الجلسات العامة لنوابه يعني هذه الجلسات عقدت تحت تأمينات من قبل الأمن بالإضافة إلى جميع الإجراءات الوقائية لتأمين النواب أثناء دخولهم إلى مجلس النواب بالإضافة أيضا إلى انعقاد التباعد بين النواب وبعضهم البعض على الناحية الأخرى رئيس الوزراء المصري كان له عدد من الاجتماعات انتهت قبل قليل من بين هذه الاجتماعات اجتماع مع وزيرة الصحة المصرية ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة وخرج من هذه الاجتماعات بعدد من النقاط أبرز هذه النقاط هي تتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية والتعاون والتكاتف بين الوزارات المعنية بهذا الملف خلال الفترة المقبلة أيضا ملف آخر وهو اجتماع آخر متعلق بوزارة الإسكان المصرية وحديث مع وزير الإسكان المصري حول استكمال مشروعات القومية خلال الفترة المقبلة مع أيضا تأمين جميع العاملين وصرف جميع المستحقات للعاملين على الناحية الأخرى مصر هذه الأثناء قامت ستقوم على مدار الساعات الماضية في طريقها إلى واشنطن هناك طائرة حربية تقل عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية كمساعدة من مصر للولايات المتحدة الأمريكية هذه ليست هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مستلزمات طبية لعدد من الدول بالقريب العجل كانت هناك شحنة إلى إيطاليا وقبلها كانت هناك شحنة إلى الصين